تدخل طهران على المشهد العالمي المشتعل بأحداث الحرب على أوكرانيا مستغلة مهددة بشروطها وتحت علوان تمسك البرلمان الإيراني بعدم خفض أسعار النفط قبل تلبية واشنطن لمطالب إيران تدع غريمة واشنطن أوراقها على طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي فعلت إيران هذا من قبل وتفعله من خلال أذرعها التي تريد الضغط من خلال أي وسيلة على القرار الأمريكي في الدفع نحو التنزلات لشروط الاتفاق النووي الذي يعيد أوراق اتفاق 2015 خطوط حمراء تصفها إيران بالثوابت لديها حفظا لأمنها القومي لكن البيت الأبيض لا يتقبل تيكا اللغة الممزوجة بتفسيرات الخطر الذي يهدد أمنها وأمن حلفائها في المقابل المرعب فإن تعنت إيران للتحكم بأسعار نفطها يعني في المجمل ارتفاع صاروخ جنون للأسعار العالمية سيما بعد قرار أمريكا الجريء بحظر وإدارتها من النفط والغاز الروسيين تزامن خطير يضرب حربا اقتصادية عالمية وقد يصل إلى مستوى مدمر للبنية التحتية الاقتصادية لدول العالم أجمع وتشير التقارير إلى أن إيران تمتلك حوالي سبعين مليون برميل من النفط في ناقلات نفط برية وتقدر قدرة إنتاج النفط الإيراني بنحو مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميا لكن إيران قد لا تصل مبتغاها أيضا فثم تم تتحرك به أمريكا والغرب تجاه الاعتماد على الذات ما يعني بصورة أو بأخرى ردود صاروخية لأمريكا على ما يحاول استغلال أزمة الحرب الروسية ترجمة نانسي قنقر